عملة دوشكوين ارتفعت بنسبة 10% وسهم شركة تويتر ارتفع بنسبة 25% بعد ساعات من اعلان إيلون ماسك عن استحواذه على اكبر حصة بموقع التواصل الاجتماعي لتويتر بصفقة قيمتها تقدر بحوالي 3 مليار دولار من حوالي 10 ايام نشر إيلون على صفحته الشخصية بموقع تويتر استطلع رأيه عم يقول فيه انه حرية التعبير هي جزء اساسي وضرورية لبناء ديمقراطية فعالة هل بتعتقدوا ان تويتر بيطبق هاي المعايير واكثر من 70% من الناس صوتت بلأ ورجع إيلون اكد على متابعينه انه يصوتوا بكل شفافية لانه رح يتم اتخاذ قرارات بناء على هذا التصويت وصار في تكهنات كتير هل إيلون رح يشتري موقع تويتر او انه رح يبني موقع التواصل الاجتماعي الخاص فيه وطبعا مجتمع عملة الدوشكوين اللي هي عملة إيلون ماسك المفضلة ما غاب عن المشهد ابدا في واحد كتب له انه في حال انك اشتريت موقع تويتر انك لازم تغير شعار تويتر من الطائر لشعار الدوشكوين وكمان في شخص رد على تغريدة إيلون ماسك وكتب انه سواء إيلون اشترى موقع تويتر او بنى موقع التواصل الاجتماعي الخاص فيه فمن المؤكد انه رح يكون فيه شي اسمه دوشكوين تيب جار وهي عبارة عن ميزة بيقدروا الناس يدعموا فيها الاشخاص اللي عم يتابعوهم من خلال عملة الدوشكوين وإيلون رد عليه مية بالمية برأيكم شو مستقبل عملة الدوشكوين وشو الغاية من وراء هاي الصفقة يلي عملها إيلون ماسك